ترجمة نانسي قنقر يلوم الزم الزرف الصحي والبلعات أزمة حقيقية في واصحة مش بس في البحضرومات اللي كانت غر أنا، ماي لكن الغريب أن حتى المدن الجديدة ما يختلفش وضعها كثير عن التشفور مشكلة البيوت هنا في 6 أكتوبارтакиезжيش؟ والله هو البيوت نفسها مشكلتها في المبنى أصلا ده إن الجهاز كان مقسم الحتة اللي أنت شايفة دي كلها جنين مفروض إن ده طبع التخطيط كان يتعمل جنين طبع الموصفات دي اللي هم عملوا بيها أسعارها الليلة فالمأول دخل عمل أقل حاجة وأردق حاجة ما استحملش تقريباً سنة أو سنتين وحصل فيها اللي أنت شايف هذا المجاري هنا ده مستنقع بس أنت جتي وهو نضيف على فتا الميا فيه ما بتعرفيش تمشي ولا تتحركي ولا تروحي في أي حدة كل الزرع ده طالع بسبب المجاري نصرف كله أساساً لما جبنا مهندس على حسابنا يتصلح مرة واثنين وثلاثة بس عشان إن إحنا نصلح بإمكانيات اللي هي من الجدار نفسه تغيير المواصير دي كلها معمولة ديقة يعني أساساً الصرف معمول من الأساس العمار دي كلها لفحيل عاشر كلها غلط المجاري بقى إذا خالص ممكن نبلغ الجهاز عادي لكني ما فيش بني قادمين ساكنة في مواطق دي أساساً غلطينة ببلعات ممكن تتسرق المواصير عسان دابت وبتتسرق يعني مواصير المجاري بدابت وبتتسرق أنا مامت حضرتك عندها 55 سنة وقت رايح تطلع على والدتها ورجعت وهي ما شفت في الطريق ما شفتش البلاعة الأريانة فراحت وقع فيها البلاعة عمقها 12 متر متحت طبعاً عندها كسر في الطوق بتاعها وفي ضلعتها في حد قبل كده من الأطفال وقف بلعة؟ آآ من قمت يجي يجي أسبوعين عايل طالع يجري كده هات جيه وقف في قلب البلاعة فضل يدور عليه لقي الوضم الشعبة في بتاع ده في حجارة كده هات في حديد تحت كده مسكوه في حديد تحت كده وعملين يدور عليه يومان وما بيدور عليه لما واحد جيه بعد قال لا فعايل واقع ماسك في الحديدة ده هات يا أولاد ما حاولتوش أن انتو ترجاوا للحي مرة دين؟ الحي هنا قدام العمار الحي أصلاً مجالي داربه قدام 24 ساعة إحنا عايزين مسؤول يشوف الصورة الحية دي أولاً العمارة بتقرير من مهندس يا خدمال حضرات قايلة للسقوط هما مستنيين إيه؟ مستنيين لما إحنا نموت فيها والأرواح كلها من أطفال لكبار لصغيرين ساعتها يجوا يشوفوا الحصل ده إيه؟ اشتركوا في القناة